أهلا بكم أعلن نادي الجزيرة مساء أمس الجمعة عن إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليو ويأمل الجزيرة أن يحقق ليو الإضافة الهجومية المرجوة خاصة وأنه كشف عن قدرات مميزة وجاء التعاقد مع ليو بعد ساعات من انتهاء انتخابات مجلس الإدارة والتي حسمت بالتزكية لحسام حبوى الرئيس النادي هذا وتتطلع الإدارة الجديدة في الأيام المقبلة إلى النهوض بقدرات فريق كرة القدم عبر تعاقد مع المزيد من اللاعبين المميزين اقترب فريق الوحدات من الضفر بلقب الدور الممتاز بكرة السلة بفوزه على فريق الأرتدوكسي بنتيجة 93 نقطة مقابل 91 نقطة في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة في صالة الأمير حمزة ضمن مباريات سلسلة الدور النهائي للتنافس على اللقب وقدم الوحدات بقيادة نجمه اللبناني علي حيدر أداء سريعا من الناحية الهجومية لم يستطع الأرتدوكسي مجاراته خصوصا في ظل حصول لعبيها على أخطاء شخصية مبكرة وبهذا الفوز يتقدم الوحدات على الأرتدوكسي بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الجمعة منح الأردن حق استضافة بطولة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوكيانوسيا والتي ستقام في العاصمة عمان في الفترة ما بين الثالث وحتى الحادي عشر من شهر آذار المقبل وجاء هذا القرار بعد إلغاء استضافة مدينة أوهان الصينية للبطولة بسبب تطورات فيروس كورونا في المدينة الصينية وبحسب اللجنة الأولمبية الدولية فقد تقرر منح الأردن حق استضافة البطولة بعد الملف الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية الأردنية للتأكد من إقامة البطولة ضمن سياقها الزمني بما يخدم مصلحة الرياضيين الذين يستعدون للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية اشتركوا في القناة